جميعا من حيفا البداية مع أحمد دروشة عسكريا اعتراف بحصيلة ثقيلة من قبل الجيش الإسرائيلي وسياسيا نتنياهو يعترف بأن الحرب صعبة الآن بالفعل بدر وأبدأ من تفاصيل جديدة للكمين الذي وقع فجر هذا اليوم في منطقة لعديسة رغم أن إسرائيل تتحفظ حتى الآن وتمتنع عن ذكر أسم المكان الذي وقع فيه الكمين الكمين هذا أدى إلى مقتل ستة جنود وضباط إسرائيليين من وحدة إيغوز بالإضافة إلى إصابة أكثر من ثلاثين هذا الكمين ينضاف إلى كمين آخر أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين لترتفع حسيرة هذا النهار إلى ثمانية جنود وضباط إسرائيليين قتلى نبدأ من الكمين الأول في منطقة لعديسة وقع هذا الكمين عند الساعة الرابعة صباحا الطقس كان ضبابي بشكل كثيف جدا بالإضافة إلى العتمة الحالكة في هذه الساعات من الليلة ما أن دخل الجنود الإسرائيليون إلى داخل مبنى في بلدة لعديسة بحسب ما تقول صحيفة يدعوت أحرنوت حتى بدأ إطلاق النار بدأ مقاتلو حزب الله بإطلاق النيران وجها لوجه ضد جنود الجيش الإسرائيلي وبدأ الجنود الإسرائيليون الرد بإطلاق النيران لكن ما أن أطلقت الرصاصة الأولى حتى اندفع عشرات مقاتلي حزب الله من خارج المبنى لمهاجمة الجنود الإسرائيليين بنيران رشاشة بقذائف هون وكذلك بسواريخ مضادة للدروع ونظرا لأن المنطقة كانت تغرق في العتمة وتغرق في الضباب بحسب صحيفة يدعوت أحرنوت صعب هذا الأمر على السلاح الجو الإسرائيلي التدخل سواء بإرسال طائرات مروحية إلى تلك المنطقة أو بإرسال مقاتلات بشكل عام لقصف المناطق المحيطة استمرت المعارك لساعات طويلة واستهرفت بعد ذلك استهرف عناصر حزب الله بعد ذلك قوات الإنقاذ الإسرائيلية التي جاءت لتخلص الجنود الإسرائيليين المصابين والقتلة عملية إخلاء الجنود من تلك المنطقة استغرقت وقتا طويلا بحسب ما تقول وسائل إعلام إسرائيلية وكانت هذه معركة قاسية بحسب ما توصف إلى درجة أن بن يمين نتالياهو خرج إلى الإسرائيليين ليقر بأن هذه الحرب قاسية بعد أسبوعين تقريبا من النشوة التي بدأت بعملية البيجرات ووصلت ذروتها في اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله هذا عين عما ينتظر الإسرائيليين خلال الفترة المقبلة تقول أصوات في إسرائيل وتحذر من استمرار العملية البرية خصوصا أنها تضحب بعد الروايات التي وجدت طريقا خلال الأيام الماضية إلى وسائل الإعلام المركزية في إسرائيل ومنها طبعا إلى وسائل الإعلام عربية مركزية تدعي أن مقاتلي حزب الله هربوا بتعبير وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كانت هناك ادعاءات في صحف عدام منها صحيفة هارتس أن مقاتلي حزب الله انسحبوا من المناطق الحرورية وادعت هذه الصحيفة أن المقاتلين بتعبيرها هربوا إلى داخل الأراضي السورية وكانت هناك ادعاءات أيضا إسرائيلية بعدم وجود مقاتلين لحزب الله عند المناطق الحرورية وبعدم وجود اتصالات بين عناصر حزب الله نتيجة لعملية البيجرات بين العناصر أنفسهم لكن أيضا بين العناصر وبين القيادة ما حدث بالأمس في منطقة العديسة وفي منطقة أخرى يثبت أن هناك على الأقل حتى الآن أن الأوضاع الميدانية لحزب الله تختلف عما كانت تروج له إسرائيل خلال الفترة الماضية وهناك خشية جدية ازدادت في ساعات هذا المساء من الاجتياح البري وتأثير المقاومة اللبنانية على الجنود الإسرائيليين بعدما كان ينظر إلى هذا الاجتياح في إسرائيل باعتباره لن يستغرق فترة طويلة الآن التقديرات الإسرائيلية أنه سيستغرق سابع شكرا لك أحمد من حيفا إلى كريستي